السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي الأدب للصف الثالث متوسط عندي الدرس الثالث الجواهري صفحة 53 طلبوا من عندي هذا الدرس وراح ان شاء الله نشرح الحياته والحل المناقشة الجواهري ولد محمد مهدي الجواهري في النجف الأشرف عام الفو 899 لأسرة عريقة في العلم والأدب والشعر يقول لك خاف السؤال يقول لك متى ولد الجواهري الجواب أقول له في النجف الأشرف عام الفو 899 لأسرة عريقة في العلم والأدب والشعر وتعرف بآل الجواهر هاي يعني نسب مالته إلى أخذ أجداد هذه الأسرة الشيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شراع الإسلام نظم الشعر في سن مبكرة وأظهر ميلا إلى الأدب فأنكب على قراءة التراث العربي القديم شعرا ونثرا غادر العراق عام 1961 إلى لبنان طبعا يقول لك هنا متى ولده ولماذا لقبه بيال جواهر أقول له نسبة إلى أحد أجداد هذه الأسرة الشيخ محمد حسن صاحب هنا يقول لك متى غادر العراق جواهري متى غادر العراق عام 1961 ميلاديا إلى لبنان ومن هناك إلى براغ ثم عادة إلى بغداد في نهاية 1968 غادر 1961 وعاد إلى بغداد 1968 مشاركا في الحياة الأدبية مشاركة فاعلة لكنه لم ينسجم مع الأجواء السياسية ويعني نقول شارك بالحياة الأدبية ولم ينسجم مع الأجواء السياسية يعني واقتذاك فقرر مغادرة العراق ما نسجم بعدين غادر العراق حتى يعيش متنقلا بين دول كثيرة حتى استقر في دمشق بسوريا بقى بدمشق بسوريا بسوريا وظل هناك حتى وفاته 1997 متى توفيت جواهري عام 1997 هنا هذا السطر ونصف كلش مهم يعني جدا مهم الدواوين مالته وماذا لقبه الجواهري ماذا لقبه بشاعر ماذا لقبه الجواهري بشاعر العرب الأكبر وبنهر العراق الثالث خاف يقول ماذا لقبه الجواهري أقول لها بشاعر العرب الأكبر وبنهر العراق الثالث ما هي أهم دواوينه بريد الغربة وأيها الأرق وبريد العودة الدواوين كلش مهمة لسا تجي صيغة السؤال الوزاري تجي بالأسئلة الوزارية يقول لك شاعر لقبه ما يقول لك الجواهري لا يقول لك شاعر لقبه بشاعر العرب الأكبر وبنهر العراق الثالث من هو أكتب القصيدة مالته مثلا ثلاث أبيات أو أربع أبيات وما هي دواوينه شي أقول له أنا بس أحافظه أقول له شاعر العرب الأكبر وبنهر العراق الثالث هو الجواهري أقول للدواوينة أقول له بريد الغربة وأيها الأرق وبريد العودة قصيدته يا دجلة الخير للشاعر محمد مهدي الجواهري تحفظوا لكم أنا دا أحكي على الوزاري تحفظوا لكم فد أربع أسطر هي كل سنة يقولون ثلاثة لكن هاي السنة بالتمهيدي جابوا لهم أربع أسطر المهم هي الحفظ سبعة أبيات وبكيفكم أنتم تحفظون دا نحكي قلنا على الوزاري المعاني مهمات جدا يعني أقرى المعاني لأن تجي بالوزاري وأيضا تجي بالامتحان المدرسة يجيبون المعاني معاني المفردات ضمآنا عطشانا مقيل وقت النوم ظهرا الأفانين الأخصان إذن نحفظ المعاني هذا راح اللخص بأسئلة المناقشة بس هنا عدي سؤال بنهاية التحليل هنا عدي سطرين كلش مهمات شون مثل الدواوين هسأل قلنا مهمات الدواوين وماذا لقبه فيقول لك شنه هذاني السطرين يقول لك ماذا تجسد قصيرة الجواهري هاي سؤال أو صيغة أخرى يقول لك ما هي خصائص شعر الجواهري أعيد ماذا تجسد قصيرة الجواهري وما هي خصائص شعر الجواهري أولا سمعوا طول نفسه الشعري اثنين تنوع أفكار ثلاثة تراكم الصور التي تعكس طاقة شعرية فريدة أربعة قدرة على توظيف الألفاظ في قوالب تعبيرية موحية فهذه شنية مهمة جدا خصائص شعر الجواهري نحل المناقشة أسئلة المناقشة أولا لماذا جعلت جواهري دجلة شاهدا على ما يمر به العراق هذه هنا أقول ليشهد عليه نهر دجلة وصفه منها بوصفه رمزا منها باعشفوه بوصفه رمزا للوطن ليتناجيه ليناجيه ويبثه شوقه ويشكو له ظروف الغربة والشعور بالاضطهاء بس حد هنا هذا جواب النقطة الأولى من المناقشة أثنين ما الذي عناه في البيت الرابع وماذا يقصد بالأرواق والضمع في هذا البيت خلنا نشوف البيت الرابع شنو شي يقصد به وين البيت الرابع تمام البيت الرابع هذا أني هذي واحد اثنين ثلاثة اربع أني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني هنا شي يقصد بها يعني يقول لك يقصد الأرواق اللي هو لتروي يعني الأرواق شوق هو الشوق الكثير لدجلة يعني مش تعق هي تقول الكثير لدجلة يقصد بها الشوق لدجلة الأرواق يعني هو الشوق ل الشوق الكثير لدجلة الشوق الكثير لدجلة الأرواق هاي يعني قصيدة الجواهر لل قصيدة يا دجلة الخير للشاعر محمد مهدي الجواهري إن شاء الله صار الفيديو واضح وبالتوفيق يا ربي